طيب تعالى على الجانب السياسي وعلى همش القمة فخامة الرئيس التقى مع ملك بلجيكا الملك لويس فليب ليوبولد بالقصر الملك البلجيكي حيث طبعا رحب بفخامة الرئيس في زيارته بقولها البلجيكا وأشاد بالدور المصري في ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا خاصة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش ما بين الأديان أيضا فخامة الرئيس التقى مع شارن ميشيل رئيس المجلس الأوروبي بمقر المجلس في العاصمة بروكسل ميشيل رحب بهذه الزيارة التاريخية الأولى لفخامة الرئيس المصري إلى مقر الاتحاد الأوروبي وبيوشير إلى أن مصر هي همزة الوصل ما بين العالمين العربي والأوروبي وده جزء طبيعي من الأدوار المصرية على مدار التاريخ كان أيضا هناك عدد من الملفات على طاولة المباحثات منها مثلا المصار بتاع التسوية السياسية في ليبيا طبعا الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والعالم يشيد بالتجربة المصرية ويشيد بقدرات مصر في وقف الهجرة غير الشرعية